ايه دعووا بالفيديو ليا انا اسمي دعاء وانا بكتب اونلاين وبكتب في كل المواضيع يعني بكتب في حاجات كتمعية حاجات نفسية ساعات بكتب في حاجات علمية شوية فلسفة دينية بسيطة جدا ايه اليوم اندول احنا عاديين فضين بسبب الكورونا ودنيا سهق وملل فقلت يعني ان انا اقرب اعمل فيديوهات صغيرة كده دردشة فالفيديو داي كده زي تست يعني اشوف بالدنيا تمشي ازي يعني لو رأيت في نس اا حابة الموضوع والنس يعني بتقولي على مواضيع هي عايزة تتكلم فيها وانا هرد عليهم ونتنعيش فيها وناخد ندي في المواضيع هبقى اكمل تمام هو اللي ممكن اتكلم عليه دلوقتي اا المشكلات بتاعة الكورونا ان احنا عاديين اا في خانقة وملل والايام كلها متقرارة تقريبا فانا اللي ممكن اقوله في الموضوع ده ان احسن حاجة ممكن اي حد يعملها ان هو يجرب يشوف حاجة هو بيحبها اا زي مثلا ان هو بيحب يتفرج على افلام فانت روح شوف يبقى الكواليس شوف الانتاج تم ازاي من المؤلف من المخرج اا لو انت بتحب الرسم اا جرب انك انت ترسم تشوف فيديوهات تويتوريالز اا لو بترسم تحاول تشوف برامج جديدة في الرسم اا يعني حاول انك انت تشوف الحاجة اللي بتحبها دي اا تسهل نفسك فيها تشوف تفاصيلها وتفاصيل تفاصيلها تمام يعني التاني حاجة ممكن تتقل او تتعمل انك انت اا لو تقدر انك انت تغير مما كان اللي انت قاعد فيه يعني مسلا تروح تبيت عند قريبك اا اا او عند اا اا ناس اا تعرفوا مسحابك اا يعني اضي فترة الحجر مع بعض اا مع الالتزام طبعا بكل حاجة وقائية تمام اا ممكن ازا عندك مكان تاني تسافر له اضي فترة الحجر في المكان التاني فكرة تغيير الوشوش وانك انت تتعامل مع ناس تانية او انك انت تتغير المكان ده هيكسر الضغط النفسي شوية تمام ايه كمين اا 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 ام اقربت تتفرج على فيديوهات انجليزي حاول انك انت اا اا ام متواجدش كتير اونلاين عشان الناس كلها يعني او معظم الناس او كتير منهم بواجعهم يعني ايه ساعات كتير بي نزلوا حاجات كئيبة فتحس انك انت فجأة تخنقت اه الضغط النفسي عندك زاد فحاول انك انت تتجنب ان انت تقعد انلاين فترة طويلة. اوكي وزي ما قلت لكم لو في اي حاجة عايزيني ان احنا ندردش فيها ونتكلم فيها فاكتغالي ونبدأ نعمل حاجات تست تست كده زي ما قلت لكم ونشوف نعمل يعني نشوف نسلي بعض الزي يلا سليم